نرجع تاني ليه مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الجزائري غداً إن شاء الله مواجهة ودية فيتوريا مهتم بيها جداً بما إنها آخر مواجهة قبل تصفيات كأس العالم وكأس الأمام الأفريقية الراجل في المران الأخير فرض سرية تامة على المران لا إعلاميين لا صحفيين لا جماهير وحط التأسيمة النهائية بتاعته لهذه المواجهة ولكن احنا حاولنا ندعبس كده ونشوف التشكيلة اللي هتكون أقرب لهذه المواجهة تشكيلة مصر لهذه المواجهة هيكون في حراسة المرمى تعالوا نشوف تشكيلة تشكيلة فيها بعض التغييرات عن المباراة الماضية المباراة الزنبيا محمد الشناوي في حراسة المرمى خاطر دفاع أحمد فتوح محمد عبد المنع معالي جبر وعمر كمال عبد الواحد في وسط الملعب طارق حامد ومحمود حامد وأحمد سيد زيزو وعلى الشمال عمر مرموش وعلى اليمين محمد صلاح وقدام في الهجوم مصطفى محمد دي تشكيلة الأقرب لمنتخبنا الوطني لمواجهة الجزائر